نمر الآن إلى ما هو تاريخ الميكانيكا أو من هم العلماء الذين وضعوا بصمة في التاريخ بالنسبة لعلم الميكانيكا بعض العلماء الذين لديهم علاقة بصفة خاصة باستاتيكا نذكر من بينهم أركيتوس ذمن الثيوري أوف بالي أرشيمت ذمن lever equilibrium دافينشي أيضا تناول موضوع التوازن وأيضا the concepts of moments ستيفينيوس تناول موضوع inclined planes parallelogram law for addition of forces بالنسبة لنيوتن ولو أنه تناول أكثر قوانين الحركة لكن القانون الأول لنيوتن كان يهم حالات الرست فأيضا لديه بصمة في استاتيكة بصفة خاصة أيضا الريجيد بادي سيستيمز والمومنت الانترشية تناولها والكونسبت الانترشية تناولها دالنبر إلى أن نصل في آخر المطاف إلى العالم أينشتاين مع الثيوري مع الثيوري مع الثيوري مع الثيوري لكن لو لاحظنا كل هؤلاء العنماء قد نجد غياب عالم مسلم أيضا وضع بصمة في تاريخ الميكانيكا ألا وهو العالم الجليل الجزري يعني هنا المبادئ الأساسية بالنسبة العلم الستاتيكة تطورت حتى في الحضارات السابقة مثلاً اللافرز الإنكلايند بلينز اللي كانت مهمة جداً في مثلاً بناء البيراميد نعود الآن إلى العالم الجليل الجزري الذي عاش ما بين السنوات 1136 إلى 1206 ميلادي اسمه بالكامل هو بديع الزمان أبو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري ولعل من أهم إنجازاته كتاب The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices في 1206 يعني تقريباً آخر سنة قبل ما ماته وصف فيه أكثر من مئة آلة ميكانيكية لديها علاقة بالتطبيقات الهايدروكليكة ولعل في هذا الوقت كان علم المياه متطور جداً عند المسلمين لأن الماء كان شيء ضروري للمسلمين عند الاغتسال أو الوضوء فكان يجب على العلماء في هذا الوقت أن يوصلوا المياه إلى كل بيت مسلم فكانت ثورة في علم المياه وفي علاقة أيضاً بعلم الميكانيكة بصفة عامة شكراً على الانتباه